في المستهى القفزت أسعار الغاز في أوروبا في التعاملات المبكرة الاثنين بنحو 30% مع وقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم واحد سعر الغاز ارتفع في بورسة لندن للعقود الآجلة إلى 2855 دولار لكل ألف متر مكعب بينما أغلق التدول الجمعة الماضية عند 2213 دولار لتقترب أسعار الوقود الأزرق حدها الأقصى التاريخي المسجل في 26 أوت الماضي البالغ 345 يورو للميجاوات الساعة وأرجأت جازبروم الجمعة موعد استئناف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم إلى أجل غير مسمى وهذا إلى حين إصلاح توربين في خط الأنبيب الأساسي لتموين أوروبا بالغاز الطبيعي